اشتركوا في القناة في اجراء الانتخابات العامة خلال عام 2018 وفي السياق المتصل اكد السيسي توفر ارادة حقيقية للتوصل الى نتائج نهائية في تحقيقات قضية مقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني شهد الفريق اول صدق صبحي وزير الدفاع والانتاج الحربي المرحلة النهائية للمشروع تكتيكي بالذخيرة الحية بدر 2017 الذي نفذته احدى وحدات الجيش الثالث الميداني واشدد وزير الدفاع على ضرورة الاهتمام بالتدريب وتطوير اساليبه ووسائله باعتباره الركيزة الاساسية لقدرة وجهزية القوات المسلحة على تنفيذ مهامها في جميع الاوقات وتحت مختلف الظروف يذكر ان المشروع التكتيكي الذي استمر لعدة ايام يأتي في اطار خطة التدريب السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة كشف وزير البترول طارق الملة ان بدأ انتاج الغاز الطبيعي من حقل الظهر سيساهم في تحقيق وفر بقيمة تصل الى 60 مليون دولار شهريا واشار الملة الى انه من المتوقع ان يصل قيمة الوفر المحقق من انتاج الغاز الطبيعي من حقل الظهر الى اكثر من 700 مليون دولار على ان يرتفع مع اكتمال انتاج الحقل الى نحو 2 مليار دولار سنويا واوضح الملة ان النتائج حقل الظهر والبالغ نحو 350 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا يوازي حجم ثلاثة شحنات من الغاز المسال المستورد من الخارج اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان مصر نجحت في اكتذاب استثمارات اجنبية مباشرة بقيمة وصلت الى 1.4 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي ووفقا للتقرير الصادر عن الجهاز فقد ارتفعت قيمة الاستثمارات الاجنبية التي اكتذبتها الدولة مقارنة بالربع المماثل من العام المالي الذي يسبقه الى 400 مليون دولار يصوت مجلس الامن الدولي اليوم على مشروع القرار المقدم من مصر والذي يدعو لسحب قرار الرئيس الامريكي دولارد ترامب بخصوص الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ويحتاج المشروع لاقراره موافقة تسعة اعضاء مع عدم استخدام اي من الدول الاعضاء الدائمين حق النقض الفيتو ويحضر المشروع بتأييد واسع بين اعضاء المجلس وسط تكهنات باستخدام الولايات المتحدة للفيتو كشف البيت الابيض ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيلقي كلمة اليوم يحدد فيها استراتيجية شاملة للامن القومي تتضمن نظرة واشنطن لموسكو وبكين وبيونج يانج وطهران ويضع ترامب استراتيجيته الجديدة بناء على طلب الكونغرس واوضح البيت الابيض ان استراتيجية الامن القومي ستشمل اربع نقاط رئيسية هي المصالح الوطنية الحيوية حماية الامريكيين ورفهيتهم الدفاع عن السلام بالقوة وتعزيز النفوذ الامريكي تعرضت قوات الامن الافغانية لهجوم في العاصمة كابل حيث اغار مسلحون واحتلوا مبنى تحت الانشاء بالقرب من مركز تدريب استخباراتي غربي العاصمة واوضح نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية الافغانية نصرات رحيمي انه تم ارسال تعزيزات الى المنطقة فيما لم يتطرق رحيمي الى الضحايا لكنه اكد وجود اطلاق نار وانفجار في المنطقة من جهته اعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن الهجوم رياضيا حقق ليفربول فوزا كبيرا على مضيفه بورنموث بربعية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء امس على ملعب فيتاليتي ظن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدور الانجليزي واحرز النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة الرابعة والاربعين من عمر المباراة الهدف الثالث لليفربول ليتربى على صدارة هدفي الدور الانجليزي برصيد اربعة عشر هدفا حتى الان بتلك نتيجة رفع ليفربول رصيده للنقطة الرابعة والثلاثين في المركز الرابع بينما توقف رصيد بورنموث عند النقطة السادسة عشر في المركز السادس عشر ختام الموجز مشاهدين الكرام إلى اللقاء